بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم طلابنا الغوالي الله يعطيكم ألف ألف عافية فيديو جديد لخطة طلاب رفع المعدل وطلبة التكميل جيل 2003 وما قبل بسم الله نبدأ في هاي الخطة إن شاء الله تعالى اللي تنال إعجابكم وهي خطة لمادة الكيمياء كاملة الفصل الأول مع الفصل الثاني والمراجعة الشاملة المكثفة إن شاء الله تعالى عرض بطاقة موقع وتد كانت كالتالي نحكي لكم عنها شوي اللي هو الفصل الأول مع الثاني مع المكثف كلياتهم في بطاقة سميناها بطاقة التكميل الآن الطلاب يتسأل أستاذ أنا بدي أبدأ في المادة أنا بدي ألملم المادة بطريقة صحيحة بحيث أحصل على علامة فول مارك في البداية أستاذ بدي أحكي لك شوية كلام مهم إنه عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم شو ما جبت في الكيميا بالدورة الصيفية إن شاء الله تعالى أنت قادر إنك تحصل على علامة فول مارك بإذن الله تعالى بس بدك من اليوم من الآن تبدأ بطريقة علمية صحيحة وتدرك أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ولذلك إذا ما كنت مبلش الآن لازم 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 تبدأ في المادة بطريقة صحة شوف علي تاريخي اليوم كم؟ 15-9 أنا قصمت لك المادة إلى أقسام كالتالي أولا الوحدة الأولى هلا شوف بطاقة التكميل كاملة المادة موجودة عليها وفي إضافات كثير خرافية بحيث ترفع مستواك لتكون ممتاز وتتقن المادة وتفوت على الامتحان وأنت مرتاح وبس عينك على الفول مارك إن شاء الله تعالى هلا الوحدة الأولى عبارة عن فصلين مشروحة كاملة شو عملت أنا؟ بعد الفصل الأول منه الفصل الأول منه عملت مراجعة تقريبا 65 سؤال تمام؟ منهم 20 سؤال قدرات عليا مع الشرحي التفصيلي إلهم وين موجودين؟ بالوحدة بعد الفصل الأول من الوحدة الأولى يعني إنت خلصت الوحدة الأولى ما رقي عليك مش ما رقي عليك طالب ما درست بالمرة كل شي موجود بالتفصيل من تحت الصفر تمام؟ بعد ما خلصنا حطيت امتحان محوسب إذن في عندي امتحان محوسب هذا الامتحان موجود منه ورقي وموجود منه رابط الامتحان وموجود حل فيديو تمام؟ بعد ما أنت تخلص في عندك سكشن خاص اللي هو حل الامتحان بالطريقة التفصيلي تمام؟ الآن طب أستاذ الفصل الثاني روح الفصل الثاني هلأ الفصل الثاني من هاي الوحدة اللي هي الوحدة الأحماض والقواعد أربع دروس الفصل الثاني منها الكي اي والكي بي والأملاح والأيون المشترك أستاذ ماكسيموم إذا بلشت في خمسة عشر تسعة لابد في أول عشرة يعني نحكي واحد عشرة إلى سبعة عشرة نكون أنهيت هاي الوحدة خلصناها بعدها برضو في مراجعة وفي امتحان شامل تمام؟ امتحان شامل رح يكون امتحان شامل لكل الوحدة بقدرات عليا بأسئلة متوسطة أسئلة صعبة مع طريقة الحل إذن أنا وصلت تقريبا إلى أول أسبوع من عشرة أنا مخلص الوحدة الأولى تمامي بالمئة طيب رح للوحدة الثانية التأكسد والاختزال مع العلم أن الوحدة الأولى أطول من الوحدة الثانية تمام؟ أطول من الوحدة إيش الثاني وبيجي عليه علامات أكثر اللي هي الأحماض والقواعد زي ما شفته في جيل 2003 كان عليه خمسة عشر دائرة التأكسد والاختزال عشر دوائر تمام؟ نسبة خمسين بالمئة لكل فصل التأكسد والاختزال لو نبلش فيها من عشر من سبع عشر لابد أول شهر إحداش نكون خلصنا يعني خلينا نحكي شهر كامل هاي سبع إحداش فيها فصلين الفصل الأول منها بسيط و سهل جدا برضو بعدو في مراجعة خرافية مهمة جدا تمام؟ تمام؟ تقريبا خمسة و عشرين دائرة عليه تمام؟ تمام؟ في الامتحان الوزاري بتاريخ سبعة احداش سبعة احداش بكون أنا أنهيت للفصل الأول وهو تقريبا تقريبا ستين بالمئة من الماد ستين بالمئة من إيش؟ من الماد طيب الامليجي الوحدة الثالث سرعة التفاعل الكيميائي سرعة التفاعل الكيميائي وحدة قصيرة لكن مليانة تمام؟ رح نبلش فيها بسبعة احداش طبعا مشروحة كامل وهي فصلين وهي إيش؟ فصلين الفصل الأول قصير وسهل لكن مليان والفصل الثاني أطول شوي لكن مليان معلومات شو تعمل فيه؟ دكتور روسو موجود شرحه كامل بالتفصيل الممل مع مراجع له مع امتحانات محوسبة مع إجابات نموذجية مع أسلط قدرات عليا مع دوسية اللي هي كل شيء حفظ بالمادة هاي انسيت أحكي عنها موجود دوسية المادة المقالية كاملة كل شيء حفظ مع شوية أسلط وزارة لابد نكون خلصناه في واحد اتناش تمام؟ واحد ايش؟ اتناش هلا من المتوقع من المتوقع نتكون الامتحانات آخر شهر ايش؟ اتناش آخر شهر ايش؟ اتناش مروح للوحدة العضوية هلا وحدة العضوية الكيمياء العضوية الطلاب إذا فات بموت إنها صعبة وإنها بدها وقت وما بتمفهم بجيبوا عليها أسئلة هي كان عليها أقل عدد أسئلة في امتحان الفين وثلاثة الصيفي أقل عدد أسئلة تمام؟ يعني سرعة التفاعل الكيميائي كان عليها ايش؟ كان عليها أكثر منه أكثر ايش منه؟ فاحنا معنا من واحد اتناش تقريبا تقريبا إلى عشرين اتناش منكون خلصنا منكون إيش؟ خلصنا المادة كاملة بطريقة علمية صحيحة طالب بديو يشلفق المادة ويدرس سريع اسأب ديو أستاذ لكن أنا بعطيك شي علمي إنك تجيب فقط 200 من 200 طب أستاذ شو بالنسبة للمكثف؟ المكثف كل ما تخلص وحدك تمام؟ كل ما أنت تخلص وحدك أنا بكون عاملك مراجعة شاملة لكل المادة لهذه الوحدة بكون عاملك مراجعة تمام؟ يعني خلصت بتاريخ سبع 11 مثلا مثلا يتأكسد الاغتزال مباشرة في نفس اليوم في عندك ساعتين ثلاث مراجعة بتقسم وقتك طبعا عادة طلاب رافع المعدل ما بيكون عنده خمسة مواد يكون عنده كذا مادي تمام؟ يعني معاك متسع من الوقت طب أستاذ كم ساعة أدرس؟ أدرس ما تدرسي ساعتين أدرس عشر ساعات إنت محدود بفترة معينة اللي درسته بسنة كاملة إنت رح تقدمه فصل إنت الكيمية لما درستها درستها من شهر ستة لشهر ستة لا الآن طلعت النتاج بعدين قررت شو بدك تعمل رفع معدل بيتنجح مادي إنت ما حالفك الحظ فيها ولذلك الفترة أقل إذن أنت بدك تضاعف الجهود بدك تضاعف جهودك في الماد يعني أنك تدرس عشر ساعة اتناشر ساعة ما في مشكلة كل طالب عنده حلم بده يقدمه بده يقدم له تضحيات بده يضغط على نفسه ولذلك إحنا ما رح نقصر معكم طمام بعد ما تتخلص كل وحدة المكثف نازل عندك بعدد ساعات معين بترح بتراجع المادة مرة ثانية أي أنا قدمت لك شرح ومراجع ومكثف مع بعض عشان تتقني المادة يعني خلص سرعة التفاعل بشهر أول شهر 12 مباشرة في نفس اليوم في خمس ساعات شرح مثلا سرعة التفاعل على المكثف بتراجع مرة ثالث بيصير أمورك بإذن الله إيش تمام الآن الاستعداد النهائي خليل وقته هذا علي رح نزل لك امتحانات مقترحة كثيرة بعدد دوائر كبير الراجع فيهم المادة قبل الامتحان قبل دخول على امتحان هذا اتركه علي إن شاء الله تعالى الأستاذ بهابوهير دائما وأبدا إن شاء الله معكم لحتى انفرح جميع الطلاب بعلامة الفول مارك موقع وتت خدمتكم دائما إن شاء الله تعالى الله يعطيكم ألف ألف عافي مع دعائي للجميع بالفول مارك والتفوق والنجاح سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة